قصة آية قصة آية لقد كان في قصصهم عبرة قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الأخوة والأخوات أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق أيها الأخوة والأخوات نحن في كل حلقة من هذه الحلقات نقف على قصة آية من القصص والآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه يكون فيها عبرة وعظة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورة نقف اليوم مع قصة عجيبة ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف هذه القصة وقعت في زمان بني إسرائيل كان بني إسرائيل يسكنون في قرية على ساحل البحر وقد بين الله تعالى لهم الأحكام الشرعية ومن ضمنها أن يخصصوا يوم السبت لأجل أن يكون يوم عبادة وطاعة لا ينشغلون بشيء من أمور معاشهم أبدا بس يتعبدون فيه هذا بناء على طلبهم وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم قالوا نبغى رب العالمين يخصص لنا يوما فاضلا مقدسا نتعبد فيه فخصص الله تعالى لهم يوم السبت أمرهم بأن لا يفعلوا في هذا اليوم أي شيء من كسب المعاش لا يطلبوا أي رزق في هذا اليوم بل يكون يوم عبادة وطاعة لله تعالى ولا يأخذ فيه أي نوع من أنواع الكسب صار بني إسرائيل يحتالون على رب العالمين صاروا إذا جاء يوم الجمعة نصبوا شباكهم على البحر فيوم السبت تأتي الحيتان يعني الأسماك ويمسك بها هذه الشباك يوم الأحد يطلعون الشباك طيب أنتم في الحقيقة صدتم صيد يوم السبت اللي منعكم رب العالمي من الصيد فيه وبين الله تعالى ذلك في كتابه قال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يا محمد اسأل بني إسرائيل الذين عندك واضرب لهم مثالا على تلك القرية وقل لهم انظروا كيف عذبهم الله تعالى وهم أجدادكم فينبغي أن تخافوا ألا تعذبوا مثل عذابهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعتدون في يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يقول يوم السبت تبدأ الحيتان تزدحم عند الشاطئ وهم يرونها ونحن نقول ترى هذا فتنة لكم إحنا منعناكم لا تستصيدوا يوم السبت ويوم السبت الحيتان تكون في أمان منكم جميع الأسماك تكون في أمان منكم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يعني ويوم لا يصيدون في السبت ما تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لما رأوا ذلك ورأوا أن الحيتان تزدحم على الشاطئ في يوم السبت عملوا الخطة التي ذكرتها قبل قليل صاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة فتصيد هذه الشباك والأسماك يوم السبت يوم الأحد يأخذون الشباك طيب أنتم في الحقيقة صدتم رزق يوم السبت اللي منعكم رب العالمين لا تتعرضوا للسمك في البحر فيه فبدأ يعني قوم من قومهم ينبهونهم يقولون يا جماعة ترى ما يجوز وهذا حرام وهذه معصية كما قال سبحانه يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيجابه ذكر الله تعالى الآيات الكثيرة في ذلك ولتكن منكم أم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ولما ذم بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا بدأت مجموعة منهم ينصحونهم ويذكرونهم ويخوفونهم من الله وبدأت مجموعة أخرى هم أيضا قوم صالحون خائفون من الله لكنهم يعني يائسون من إصلاح هؤلاء بدأوا يأتون إلى الصالحين بدلما يذهبون إلى الفساق ويقولون فعلا هؤلاء كلامهم صحيح اتقوا الله لا تفعلوا كذا بدأوا يذهبون إلى الصالحين ويقولون ترى ما في فائدة من نصيحتهم يا جماعة اغسلوا يديكم منهم هؤلاء طبع الله على قلوبهم هؤلاء أصلا سيعذبهم الله سيفعل بهم كذا طيب يا جماعة أنتم افعلوا ما أوجب الله عليكم من الإنكار على هؤلاء تقبلوا ما تقبلوا هذا أمر آخر اللي عليكم فقط أنكم تنكرون إن تقبلوا الحمد لله ما تقبلوا أيضا الحمد لله على كل حال اسمع كيف وصف الله تعالى الفريقين قال جل وعلا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون بدأ أولئك الطائفة التي تنصح تقول يا جماعة نحن ندري أنهم يمكن ما يقبلوا من نصيحتنا ندري بهالكلام نعلم أن الأمر الذي هم وقعوا فيه أمر كبير جدا وأنه صعب عليهم أن يتركوا لأن الشيطان مستولي على قلوبهم كل هذا نعلم لكن يا جماعة نحن نريد رب العالمين أن يعذرنا يوم القيامة إذا قال أنكرتم المنكر نقول يا ربي نعم أنكرنا اللي علينا فعلناه يا ربي أنكرنا مثل ما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد الله تعالى يقول لنبيه أنت مسؤول عن شيء واحد فقط أنك تبلغ آمنوا ما آمنوا استجابوا ما استجابوا كفروا أسلموا هذا ليس إليك هذا عندنا في السماء فوق أنت اللي مطلوب منك فقط أنك تدعوهم إلى الإسلام كذلك هؤلاء يقولون يا جماعة ليست مشكلتنا تقبلوا أو ما تقبلوا المشكلة عندنا أن رب العالمين أوجب علينا أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نحن نفعل هذا الواجب تقبلوا ما تقبل هذا رب العالمين يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء فتعالوا أن تأنكروا معنا قالوا لا ما نذهب ننكر معكم هؤلاء ما فيهم فائدة أصلا طيب قوموا بما أوجب الله عليكم من الإنكار لا ما نريد اسمع كيف قال الله تعالى في آخر القصة كيف وصف أحوال هؤلاء الذين أنكروا والذين لم ينكروا وأحوال أولئك العصات قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به لما أولئك الفساق لم يستجيبوا للنصح وكل ما ذكروا به جعلوا يتناسونه ما هو الحال أنجينا الذين ينهون عن السوء رب العالمين نزل على القرية كلها عذاب من الذين جاء الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر أولئك اللي أنكروا قالوا يا جماعة حرام فعلا كما قال الله معذرة إلى ربكم فعلا عذرهم رب العالمين بذلك أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون جعل الله تعالى العذاب على أولئك قال الله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يقول الله تعالى أخذناهم جميعا بعذاب بئيس ولما عتوا لما زادوا في طغيانهم مسخناهم قردة خاسئين أيها الإخوة والأخوات هذه القصة العظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر الأمثلة كثيرا ببني إسرائيل لأجل أن يتعظى الناس وأن يكون لهم نوع من العبرة والعظى بهذا لنا فيها عدد من الفوائد من ضمن هذه الفوائد ومن أولها أنك لا ينبغي أن تيأس عند نصح الآخرين لا ينبغي أن تيأس عند نصح الآخرين يعني أنت الآن هناك شخص مثلا متعاطي مخدرات شارب للخمر يقع في فواحش يأكل الأموال المحرمة أنت أبذل ما تستطيع في سبيل نصحه مسألة يهتدي ما يهتدي يتقبل النصح ما يتقبل النصح هذا ليس إليك هذا إلى رب العالمين من شاء الله تعالى هداه ومن لم يشاء الله تعالى لم يهده أنت المطلوب منك تبلغ هذا الدين تبلغه إلى هذا اللي يفعل المنكر العظيم عبر رسالة تكتبها إليه عبر شريط فيه موعدة تعطيه إياه عبر رسالة عبر الجوال أحيانا عبر الهاتف المحمول إليه ترسل إليه إيميل تبلغ شخصا أن يبلغ النصيحة تتصل عليه بالهاتف ويكون عندك أسلوب جميل همشي يكون أسلوب جميل في الطرح لأجل أن يتقبل منك لا بد أن يكون هناك أسلوب مناسب حتى يستطيع الرجل أن يقبل منك نصيحتك المهم أنك تفعل ما أمرك الله تعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه دون أن تقول يا ربي هذا أصلا معصيتك كبيرة طيب نحن ما سألناك معصيته كبيرة أم صغيرة نحن أوجبنا عليك النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك حتى هؤلاء لما قال لهم أصحابهم لم تعيضون قوما لله مهلكوهم ومعذبهم عذبا شديدا ما قالوا حتى يهتدوا لا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا ويمكن أن تفيد فيهم هذه النصيحة من أهم الفوائد أيضا أن الله تعالى يعني يعذب بأي نوع من العذاب يشاؤه سبحانه وتعالى انظر كيف قلبهم مسخهم قردة خاسئين زد على ذلك أن الله جل جلاله أوجب العذاب عليهم جميعا وهذا حال كل من طغى وتجبر إن لم يعذب في الدنيا فهو متعرض لعذاب الله تعالى في الآخرة ويتجاوز الله تعالى عن من يشاء الأمر الثالث ينبغي علينا يا جماعة في نصح الآخرين أن يكون عندنا نوع من الصدق في نصيحتهم يعني أنا ممكن آتي وأنصح واحد وقصدي الظهور بين الناس قصدي أن يمدحني الناس قصدي أن يقول الناس ما أجرأه ما أشتعه أشوف فلان يفعل كذا أو يكون قصدي أني أظهر لهذا الشخص الذي أنصحه أني إنسان صالح لدرجة أني ما سكت عن هذا المنكر وجئت وأنصحك وممكن شخص يأتي وينصح شخصا آخر بصدق ونية صالحة إذا خل في ظلمة الليل رفع يدا سائلة وأسدل عينا باكية وقال اللهم هده اللهم افتح لقلبه اللهم اللي علي فعلته وهو أني نصحته وذكرته اللهم يا حيا قيوم فأنت الذي تملك القلوب اللهم افتح لقلبه افعل كذا وكذا يا جماعة ليش ما نعيش جميعا بهذه الروح مع إخواننا وأخواتنا نكون صرحة مع بعض يعني يا إخواني وأخواتي كم نرى الآن من أصحاب المنكرات كم واحد مننا عند أخ ما يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو شرك تركوا الصلاة كم واحدة تعرف فتاة ما تصلي كم واحدة تعرف فتاة تتساهل بحجابها كم نعرف من الإخواننا أو أخواتنا أو أصدقائنا مثلا أو جيراننا أو معارفنا عموما وكذلك كم تعرف الأخوات من هذه الأنواع ممن يتساهلون عفوا بأنواع الفواحش أحيانا أو النظر إلى المحرمات عبر شاشات تلفازية أو قنوات فضائية أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك نحن ماذا بذلنا لهم انتبه لا تصل إلى المرحلة التي تقول فيها يا شيخ هذا ما فيهم فائدة يا شيخ هذا ما يتقبل يا أخي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون اللي عليك افعله أمر معروف نهي عن منكر تقبل ما تقبل هذا مهو بشغلك يا أخي هذا عند رب العالمين أنت أحسن نيتك بين يدي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره هذا الذي أوجب الله تعالى عليك إن استطعت أن تفعله وإن لم تستطع فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا ممن يقومون بأمر الله تعالى الذي يأمرهم به وأن يجعلنا مباركين أينما كنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على رسول الله كنتم مع قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي تنفيذ المهندس أيمن رزق إشراف الأستاذ عبدالإله الإبراهيم ترجمة نانسي قنقر